اشتركوا في القناة ومع التقمي للفريق الأول اشكروا لأخ حجري ردوان المدرب الرسمي والذي حززنا فيه بالصعود وكان من الهدف هو الصعود بالفريق والحمد لله كذلك المساعد حشفام سطافا السيد الحموني السيد يوسف بوتربوش مدرب الحراس وديده مدرب الحراس وكذلك الإداري سكيتيوي فالحمد لله كل شيء كان عمل على الصعود وبشينا بواحد الواترة اللي كانت واترة ممتازة منذ البداية وحافظنا على الصف الأول والحمد لله قبل نهاية قبل نهاية ديال المباريات بجوج مباريات كان حتلوا الصف الأول بتمنية ديال النقاط وهذا اللي كي يخولنا الصعود فشكر الله سبحانه وتعالى شكر العائلة الحالي مدعمات المشروع الرياضي الجماعي الجماعي التقافي في المدينة القديمة وفي الدار البيضاء شكر الجميع أمس الشهرين اللي كي يساعدون وكي عاونونا خلال السنة ولولاهم لما استمر النادي استمرار الحمد لله اللي كي يعطي واحد توهج ريادي في المدينة القديمة وفي مدينة دار البيضاء مع نادي رحال معروف هو نادي ديال التكوين ونادي ديال التربية وديال الأخلاق ولكن في نفس الوقت كان طمحوا إلى صعدنا في الأقسام الموالية فأمل الأفضل وهذا كيزيد النادي واحد المستقية وكيزيده واحد العمل احترافي وهذا هو اللي كان طمحوا له فشكرا لسيه شامروق المدير تقرين شكرا لجميع المدربين ديال فئات الصغرى لأنهم كلهم كانوا وراء الفارق ديال الكبار شكرا لإداريين كاملين بما فيهم الدبيب شعيب الحجوجي العزيز سعيد صابير روشدي فالمسؤولين على الملعب كذلك مبارك فكل شيء كان سام فاتصعود ودائما كان عرفوا منيكي كل نجاح روى نجاح ديال الجامع ومنيكي كل إخفاق روى الإخفاق ديال الرئيس فالحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر الجامع وكذلك نشكر السيد العام الدادس اللي دائما كان وراء النادي وجميع الفعالية ديال المجتمع المدني اللي في المدينة القديمة وكانت وراء بالتجاع و بالكلمة طيبة فشكرا لجميع وكان نعود نشكر المشهيرين خاصة السيد علي وأفريقيا وأسطا ومكا ونيوريست اللي كينتامي المجموعة طرحان وفضل الله سبحانه وتعالى من بعد الله كي يكون المجموعة طرحان وشكرا للوليدات اللي الحمد لله كانوا في المستوى العالي كورويا ولكن كانوا كذلك أخلاقيا وكانوا كيمتلوا عائلة رحال وكيمتلونا هذه الرحال بنضيبات ديالهم بداخل الملعب وخارج الملعب وهذا هو اللي كان سعاولين إن شاء الله انخلقوه شاب اللي يكون هو رياضي وفي نفس الوقت مربيء أخلاقيا ويكون قاري ويكون مثال ديال المغاربة إن شاء الله ودائما الله الوطن المالي